بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون بعد أن أمرهم الله تبارك وتعالى بذبح البقرة لكشف الحقيقة في قضية القتل قاموا بطرح الأسئلة عن صفات البقرة قالوا ادعوا لنا أي اطلب من أجلنا ادعوا لنا ربك ما يقولون ربنا يقولون ربك اللي هذا قد ينبئ عن عدم اعتقادهم وإيمانهم القوي قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ما هي صفة البقرة من حيث سنها وعمرها قال موسى عليه السلام إنه تعالى يقول إنها أي البقرة يلزم أن تكون لا فارض ولا بكر لا مسنة ولا فتية الفارض يعني الكبيرة الهرمة البكر يعني الصغيرة عوان بين ذلك يعني متوسطة العمر بين الصغيرة والكبيرة فافعلوا ما تؤمرون من ذبح هذه البقرة قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين بعد أن تبين سن البقرة طرحوا سؤالا آخر قالوا ادعوا لنا ربك أي اسأل من ربك لأجلنا يبين لنا ما لونها شنو لون البقرة اللي أمرتنا بذبحها قال موسى عليه السلام إنه تعالى يقول إنها بقرة صفراء اللون فاقع لونها يعني حسنة الصفرة لا تضرب إلى السواد لشدتها ولا إلى البياض لقلتها تسر الناظرين إليها يعني تعجب الناظرين وتفرحهم وتبعث السرور في القلوب إما بسبب حسن لونها لأن لونها جميل يجد القلب أو بسبب صفاتها الحسنة ولما بيّن الله سبحانه وتعالى سن البقرة ولونها سألوا عن صفة أخرى قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا يا موسى ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي صفاتها الأخرى هل تكون من العوامل الأبقار التي تعمل أو من السوائم التي لا تعمل فإن البقرة الذي أمرتنا بذبحه تشابه علينا يعني اشتبه أمره علينا كيف ينبغي أن يكون لأن البقر بهذا السن وهذا اللون كثير فأعطينا صفة أخرى تميزها عن سائر الأبقار وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى صفة البقرة لتعريف الله سبحانه وتعالى لنا وفي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله إنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم ولو لم يستثنوا ما بينت لهم إلى آخر الأبد في البداية أي بقرة كانوا يذبحوها كان يكفي ولكن شددوا على أنفسهم بالسؤال في غير محله الله شدد عليهم وإذا ما كانوا يقولون إن شاء الله ما بينت لهم إلى الأخير فلما قالوا إن شاء الله يسر الله الأمر عليهم بعد أن صعبه بسبب تمردهم قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قال موسى عليه السلام إنه سبحانه وتعالى يقول إنها يعني البقرة التي أمرتم بذبحها بقرة لا ذلول لا يذلها العمل لأن كل مكره يكون ذليلا لا ذلول تثير الأرض اللي تعمل وتكرب بتقليب التراب بواسطة المحراث لإثارة الأرض ولا تسقي الحرث يعني الزرع متسقي بالناعور والدلاء يعني لا تكون عاملة مسلمة من العيوب سالمة لا نقص فيها فهي بريئة من العيوب لا شيئة فيها من الواشي بمعنى اللون يعني ما بها اللون يخالف لونها بل كلها صفراء من دون أن يخالطها لون آخر قالوا لموسى عليه السلام الآن جئت بالحق بعد هذه التوضيحات لصفات البقرة جئت بالحق الواضح أو بما هو حق الكلام مقابل الإجمال الذي قاله عليه السلام سابقا بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الآن اتضحت لدينا الصورة فذبحوها يعني ذبح اليهود تلك البقرة المأمور بذبحها وما كادوا يفعلون أي كاد أن لا يذبحوا تلك البقرة لغلاء ثمنها فأنها انحصرت في بقرة واحدة لم يعطها صاحبها إلا بثمن فاحش وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر